اشتركوا في القناة طيب الى سنن ابي داود كتاب العتقي باب في من اعتقى نصيبا له من مملوك انا بحثت عن باب الصلاة القاعدة في كتاب صحيح الوخير فلم اجده ليش لم تجدينه لما نحن شرحناه لعلك بحثت خطأ خذ الرقم طيب خلي المشوفون اتوكي به هي دخلت في باب تقصير الصلاة في باب تقصير الصلاة هذا الذي قاله بعض العلماء بالترجيح يا اسيا قال يعني ننشف في الشتاء حتى لا يضر البدن ونترك في الصيف لاننا لا نحتاج الى التنشيف كتاب العتقي قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد ابو الوليد هو ابو الوليد الطيالسي من السقاط الاسبات روالله وجمعه قال حدثنا همام همام بن منبه ومن السقاط الاسبات روالله وجمعه حول الاسناد حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ومن السقاط الاسبات قال اخبارنا همام عن قتادة من نوادر الحفاظ عن ابو المليح رضي الله عنه وارضاه ابو المليح هو ابن اسامة الهزلي او الهدري قيل اسمه عام ابن اسامة الهذري قيل اسمه عامل وقيل اسمه زيد ابن اسامة ابن عمير رضي الله عنه ورضاه قال ابن ريد عن ابيه عن رجلا اعتق شقصا شقصا يعني شركا شقصا هنا يعني شركا شركا هناك من عنده فطريات برجله الذي اذا كان الفطريات التي برجله والمياه تؤثر فيها فهنا ينظر الى الاصطح له فيعمل حتى لو كان يعني الماء الماء يؤذي يتيمم له ان رجلا اعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عطقه هنا طبعا اعتق شقصا يعني اعتق شركا من سهما ونصيبا مبهما نعم فلما اعتق اجازه النبي صلى الله عليه وسلم اجازه يعني ايش يعني اقر بالعتقي لكنه قال ليس لله شريك اي ان العتق كله لله فينبغي ان يعتق الكل ان كان يملك فينبغي ان يعتق الكل ان كان يملك نعم اعتق شقصا شركا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لله شريك يعني اجاز العتق والزمه بان 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 يعتقه كليتا ولا اجعل شركا له لا بقى استهور شكا سلا لا بقى استهور شفاكم الله وعفاكم احسن الله عليكم طيب انا سأقول فايد السنة قالت انا ما قلت فايد جيد انتهي من هذا الدرس اقول فايد الملماجة ثم اقول فايد ابي دوت ممتاز يبقى امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يكمل العتق يقبله وطبعا هذا مفرق على نوع يملك ذلك ان كان معه مال يملكه واجب عليه باقي باقي العبد والان هذا فيه فوائد عظيمة جدا عتق العبدي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عضو منه يعتق بعض بعضو مما اعتقه يعني سبيل الجنة العتق سبيل الجنة وهذه ايضا دلالة على ان الشرع يتشوف الى ذلك فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اعتمد العتق لكن امره ان يعتق ان يعتقه كله لان العتق لله سبحانه وتعالى فين اعتق بعضه فيكون امر سيده نافذا فيه بعد فوك شريك له نعم تعالى الصورة كذلك يعني واجب كما قلنا انت وجدت فرصة لان واش تريد شيء تاني وبعض الرحمن يقولون ان كان لا يملك فالاستسعاء والاستسعاء هذا موجود سنبينه ان شاء الله في الحديث القادم هل يستسعى ام لا والاحناف يقولون بالاستسعاء خلافا خلافا للجمهور الجمهور يقولون بعدم الاستسعاء ان كان يملك يجب يجب ان يعتق كله ان كان لا يملك يبقى اعطق منهما اعطق وله الاجل عند الله جل في علا وهذا حديث اخرجه النسائي ابن ماجه وقال نسائي ارسله سعيد ابن ابي عروبة وشام عبد الله وساقع عنهما مرسلا قال شام وسعيد اثبت من همام في قتادة قتادة من ناظر الحفاظ وحدثهما اولى بالصاب هذا اخر كلامي وتعب المليح كما قال بعضهم قال زيد وزياد وبعضهم قال عامر نعم يعني واختلا في صحبتي وبعضهم قال بأنه من من خيار التبايد والحديث اخرجه احمد باسناد الحسى من حديث سامرة ان رجلا اعتق شخصا لو في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كله فليس لله شريك هو كله يعني اعتقه كله عليك ان تعتقه كله لبقى استهول شفاك الله عفاك يا سلفي احسن الله عليك طيب الفوائد المستنبطسة هنا الفوائد الاستسعاء انه العبد يبدأ يسعى ويعمل ليكمل المال الذي يعتقه به يعني يكون اللي اعتقى عليه هو مش على الذي اعتقه الذي اعتقه وما معه مال دفع المئة الف او دفع العشرة الاف نصفه وهناك نصف اخر بعشرة الاف هو معه مش ليس معه فيأتي العبد يؤمر بالعمل يعمل عملا فيعطي سيده حقه في الوقت ويجعل الوقت الاخر للعمل يستسعى يأخذ مالا فيدفعه لسيدي حتى يعتق عليه كلية الشرع تشوف إلى العتق لا يقبل الله من العمال الا ما كان خالصا لوجه الكريم اي شيء يشوبه الرياء لا يقبل نعم ارجو الى العالماء هذه فائدة السلسة في سنن ابي داود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واأتوب إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْمِيمًا